هناك الكثير من الناس ممن يردد عبارة أنه مصاب بنقص إنزيم الجي سيكس بي دي أو أنيميا الفول إلا أنه لا يعاني من أي أعراب عند أكله للبقوليات أو عند استخدامه لأي مواد تحتوي مركبات مؤكسدة فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يعني هذا الكلام أن أكل هذه الفئة المصابة بهذا المرض الوراثي للأغذية المحتوية على المواد المؤكسدة لا يضر؟ في البداية لا بد أن أذكر لكم بأن أعراض مرض نقص إنزيم الجي سيكس بي دي تتفاوت وتختلف من شخص لآخر لماذا؟ لأنها تعتمد بالدرجة الأولى على نوع الطفرة الجينية الحاصلة في كروموزوم من يعاني من نقص في هذا الإنزيم بل وعلى نسبة النقص إذا ما أردنا حسابها بالمعايير الدقيقة أو الرقمية وعلى نشاط كبده وقدرته على تصفية المادة الصفراء التي تنتج عن تكسر كريات الدم الحمراء التي عند زيادتها سرعان ما تترشح عن طريق بعض الأنسجة كالجلد وبياض العينين مسببة اليرقان أو كما يسمى في دول الخليج أبو صفار بل والقادرة على تغيير لون البول إلى اللون الداكن وأعراض الجي سيكس بي دي عموما لا تتوقف على الذي ذكرناه فحسب بل تمتد رجوعا في خفتها لتصل إلى شعور المصاب على مجرد الخمون والدوار ولكن في الطرف الآخر حينما تستمر حالة التكسر لعدة أيام أعني في الحالات الشديدة جدا منه تظهر أعراض أخرى مثل فقدان الشهية للطعام والتقيؤ والطراب أو عدم انتظام التنفس والإصابة بالإصفرار الشديد جدا بل والشكوى من مشاكل وظيفية في القلب قد تصاحبها آلام حادة في الصدر وقد يقول البعض بأنه مصاب بالمرض ولا يعاني من كل ما ذكرته من أعراض أبين نقطة توضيحية وهي أن هناك ممن يعاني من هذا المرض خصوصا الذين يعيشون في بعض الدول المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط كإيطاليا واليونان وما شابه من دول هؤلاء إذا استنشقوا رائحة الفول وليس أكله فقط رائحته يقع مغشى عليهم من شدة التكسر ويحتاجون لنقل دم وأنا هنا أتحدث عن الحالات الشديدة جدا من المرض أنت لا تعاني من هذه الأعراض التي أشرنا لها ولكنك قد تصاب بوعك وقاك الله منها في أي لحظة وبشكل مفاجئ عند أكلك للبقوليات علما بأنك لا تشعر بأي أعراض الآن ويجب التذكير بأن هناك من ظهرت عليهم الأعراض بشكل مفاجئ في مراحل متأخرة من حياتهم وأعني أعراض التكسر بعض الأوقات قد تشعر بنوع من الخمول والحاجة للنوم بصورة مطولة وقد تعتقد بأن هذا مجرد إرهاق بسيط مرتبط بزيادة روتين العمل وهو في واقع الأمر مرتبط بحالة الإصابة لديك بنقص الجي سيكس بي دي دون أن تنتبه وقد تصاب بنوع من الدوار وعدم الاتزان وتعزي هذا الأمر لقلة الأكل مثلا وهو حقيقة ناتج من أكلك للبقوليات وأنت أيضا لا تدريه وأكد أيضا بأن الكثير من المنشآت الصحية لا تعير مرض نقص الجي سيكس بي دي أي اهتمام وكأنه مرض هامشي ولا يستحق أي رعاية بل وللأسف الشديد بأن بعضهم من الكوادر الصحية يقارن بين نقص الجي سيكس بي دي وبين بعض الأمراض الوراثية على مستوى الأعراض وهذه المقارنة غير عادلة لماذا؟ لأن مرض نقص الجي سيكس بي دي يمتلك عنوين متعددة من حيث الأعراض كما وضحت خلال كلامي الأولي وكلها تقع في مساحة واسعة فهي تبدأ من حالة الإحساس بالكسل والفتور لتصل إلى الحاجة لتغيير الدم والتنويم الإضطراري في المستشفى أما الإجابة الأخيرة على من يعتقد بأنه لا يعاني من أي أعراض عند أكله لبعض الأغذية المحتوية على مركبات مؤكسدة كالفول مثلا نقول له بأنك قد أخطأت الحساب ولا بد أن تنتبه لكل ما يدور في فلك نشاطك اليومي وفي فلك ما قد يحدث لك في المستقبل بشكل مفاجئ بل وأن نصيحتي لك هو أن تكون طبيبا لنفسك وتتابع حقيقة ما يجري في جسمك جراء تعرضك لأي غداء أو دواء أو عند استنشاقك لأي مادة موسيقى 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 موسيقى